هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بشرعة وشهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع سلام عليكم حياكم الله يا شباب في مقطع جديد ملعبة الدرنج احجار التطوير سواء كانت السومبر او السميثينج ستون جتني طلبات كثير عليها اني اجمعها في مقطع واحد لانها موزعة عندي في القناة على اربع مقاطع كنا كل شوي نكتشف مكان وننزل نقول والله هذا واحد اين ثلاثة بعدين بعد يومين ثلاثة نقول حصلنا الاربع والخمسة والستة فكانت مقسمة على المقاطع كثير ودي اني اجمعها في مقطع واحد ونزلها لكم فأي واحد جديد على لعبة يستفيد من هذا المقطع بشكل اكبر والملاحظة الثانية ان المقطع هذا راح يكون مقسم وهذا بيختصر عليك الوقت اذا كنت تبحث على جرس معين ولا نطول مقدمة اكثر صنعوا على رسول الله ونقول بسم الله اول شي نبدأ بالسميثينج ستون 1 و 2 اللي موجوده في الراية لوكارية كريستل تنل والبوس اللي موجود فيه نهاية هذا المكان عبارة عن كريستل فينصح انك تمسك السلاح باليدين او تنفذ الجنب اتاك اللي هو تنط وبعدين تضرب ما تقتل هذا البوس راح يجيك الجرس راح تفتح الماب تروح اقصى يسار تحت الماب بتحصل الراون تيبل هول وبتروح عند العجوز والكلام هذا ينطبق على كل الجرس اللي راح نجمعها في هذا المقطع وهذا كان الجرس السميثينج ستون 1 و 2 هذا الكهف بتنزل عن نهر وبتدخل الكهف مجرد ما تدخل الكهف بيكون فيه جدار مخفي عليه سارك مجرد ما تدخله راح تحصل الجرس موجود فيه الصندوق وعلى فكرة هالجدار اللي ورا الصندوق ترى جدار مخفي فيمدك تضربه وتكمل بتحصل اكثر من جدار وكمل المفاجئة والاستكشاف السميثينج ستون 5 و 6 نفس الشي جدا بسيط من الزام الرونز راح تمشي بهذا الاتجاه وبتنزل في مكان بتحصله في صندوق فكم راجع سريعه 1 و 2 كان يطلب بوس هذا الاثنين ما يحتاجون اي بوس مجرد ما تفتح الصندوق في هذا الاماكن تحصلهم اما بالنسبة للجرس الرابع اللي يعطيك السبعة والثمانية هذا مجرد تقدمك في القصة وتقتل الفاير جاينت راح تنتقل الى هذه المنطقة اللي يسمونها منطقة العاصير وراح تقابل البوس اللي هو دو سكن او الدبو الضعيف في هذا المكان مجرد ما تقتلهم راح تحصل هذا الجرس واذا ما عرف توصل لهذا المكان انصح قدناك تشوف هذا المقطع مسار القصة شرحت فيه طريقة الوصول الى البوس الرئيسيين كيف تختم القصة بسرعة والحين نيجي للسومبرو سميثينج ستون 1 و 2 معلومة يا شباب الجرس هذا السومبرو سميثينج 1 و 2 هو الوحيد اللي في اللعبة اللي تقدر تاخذه من مكانين لا نهائي تقدر تيجي لمنطقة هذه اللي هي في منطقة التناني الحمراء ودقاته للبوس الغثيث الكريه اذا كنت جديد على اللعبة ما انصح انك تدخل عليه وتنرفز خصوصا اذا كنت لعبا صايم المكان الثاني انك تتوجه الى هذا الحداد طبعا فيه قبله جدار مخفي تضربه وتدخل من هذا الجدار وبتحصل هذا الحداد موجود في هذه المنطقة تشتري منه الواحد واثنين سومبر لا نهائي بتحصل عنده 3 و 4 لكن يخلصون وينيجي للجرس الثاني سومبرو سميثينج 3 و 4 راح تنزل من الجريس بوينت للألتس هايوي جنكشن وتكمل بهذا الاتجاه بتحصل هنا للدنجن نفس الشي راح تحصل كريستل بوس لكن منهم اثنين هالمرة في الألتس سنان والجرس اللي بعده سهل جدا اللي هو السومبرو سميثينج 5 و 6 طبعا عشان توصل لهذه الكنيسة لازم تيجي من فوق البحيرة المتجمدة بتحصل فيه جثه قدام الكنيسة بتاخذ منها الجرس الثالث اللي يفتح لك الخمسة و 6 والحين نيجي للجرس الرابع والخامس اللي موجودين في منطقة العصير الرابع بكل بساطة منجرد ما توصل لمنطقة العصير عند هذه البلكونة المكسورة بتحصل الجرس الرابع والجرس الأخير موجود نفس الشي في هذا القريس بوينت أو قريبا هذه النقطة فيه جسر لازم نكتعديه وبعدين بيكون فيه انمي لازم نكتهزمه عشان تحصل هذا الجرس وهذا كان الجرس الخامس للسومبرو سميثينج ستون باقي الأحجار يا شباب مثل ما قلت لكم موزعة في العالم وما تاخذها إلا مرة واحدة في كل تختيمة فضروري جدا أنك ما تطور الأسلحة باستخدام الأحجار هذه اللي جمعها لأنها مش لا نهائية نفس هذه ممكن تطور كل الأسلحة اللي عندك وتقدر تفرر مرونز لكن انتبه لجية تطور السلاح باستخدام الأحجار النادرة لأنه ممكن تقول هذا السلاح المفضل وبطوره وبعدين تلقى السلاح أفضل منه وتتوهق أنه ما تقدر تجيب الأحجار اللي اسمها دراغون انشن تقريبا شي كذا اللي هي النادرة أشكر من تسمين القناة هنتر ومشاري وسامراي في سفن أبدروف دحي مهاب والشكر بموصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير شوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله لأهلا استغفرك وتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته